نقلل مسؤول بالبنتاجون من أهمية هجمات الفصائل على القواعد العسكرية في العراق والسورية المسؤول لم ين أن الهجمات في العراق إذا كانت مرتبطة بالاتفاق الأمني الذي وقعه مسؤولون عراقيون وأميركيون في واشنطن هذا الأسبوع فهذا الأمر يتعلق بالعلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والعراق والعلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران وهذه من مسؤولية وزارة الخارجية حصرنا وأشار إلى أن صاروخي قاعدة عين الأسد الجوية لم يؤثر على القاعدة ولم يتم تسجيل إصابة أو أضرار من قبل القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي وضف أن واشنطن لن تتوانى في اتفاع عن جنودها مهما كلف الأمر ورد الأميركي مرهون بماذا الضرر الذي تتسبب به هذه الهجمات